بيشرفنا الزميل العزيز محمد الباز عشان يكلمنا بقى النهار ده عن أرقام الفرئتين قبل المره كل سنة وانت طيب باز ننوارنا مساء الخير كابتن نايمان كل سنة حضرتك طيب والسادة المشاهدين وعيد سعيد عليكم جميعا الله يخليك حيوي سعيد عليكم يعني انا عايز امسك بقى واخد من اخر كلمة حضرتك قلتها ان ظروف الفرئتين صعبة يعني زي ما كنا ختمنا للستوديو اللي فات امام امبي وانا الاهلي يستقبل 11 هدف في اول 9 مباريات ليه يعني اول 9 مباريات ليه في الدوري وده مش المعدل بالزبط يعني الناحية الدفاعية للنادي الاهلي نسبة عالية طبعا بنتكلم خسارة 9 نقاط في اول 9 مباريات برضو فيه ظروف صعبة زي ما حضرتك قلت فبالتالي احنا عندنا دوافع مختلفة نعيد نفسنا تاني فيه محليا يعني افريقيا ماشيه بشكل كويس محليا بقى نركز علشان نقدر نحنا ناخد المؤجلات مع كل مباريات دي نستغل ان احنا نكون في الصدارة تاني باذن الله ده شكل عام عن النادي الاهلي وارقامه الاخير بالتالي نتكلم على زد زد خص كويس خص بلعب كورة مختلفة عن حتى المباراة اللي فاتت امام امبي فريق عنده توازم ناحية الهجومية عنده لعيبة بكواليتي مختلف بلعب كورة على الارض بيبدأ ان هو بيعمل بلد اوب بشكل كويس جدا بيختارك عنده الاطراف كويسة جدا وعنده لعيبة مفاتيح لعب يعني مستوهم واضح في الدوري وبارز زيكو زي مصطفى سعد واسماء كبيرة قدرنا نشوفها في الدوري في المباريات السابقة برضه اخذ من كلام حضرتك لو ركزنا على اخر ست مباريات لزد اخر ست مباريات لزد خمسة تعادل واحدة خسارة وعايز برضه وقف عند النقطة دي الخمسة تعادل عندهم اتنين تعادل سلبي عندهم اتنين تعادل واحد واحد وتعادل اتنين اتنين ارقام كلها بتوضح ان الفريق بيتماسك حتة تعادل زيادة عندهم كتيرة جدا وعايز اقول لحضرتك المباراة اللي هي كان فيها خسارة كانت امام امبي خسروا في البلاس تسعين واحد سفر يعني كان تعادل للوقت الاصلي خلص بتعادل سفر سفر طيب المباراة اللي قبل الست مباريات دي اللي هي قبل التوقف الدولي كانت امام الجيش كان برضه خلص تعادل سفر سفر لحد الديئة تسعين والجيش جاب بهم في البلاس تسعين بلاس خمسة تسعين وخلص المباراة يعني بنتكلم في اخر ست سبع مباريات لفريق زد في الدوري العام بيتماسك تعادلات عنده حاجة يعني واضحة حاجة برزة وانا ما بيحققش المكسل ما بيحققش المكسل صحيح فبالتالي هاخد من كلام حضرتك قبل الفاصل على طول ان الاهل لازم يخلص من البداية يستغل الفرصة لان الفريق احنا قدام خصم خصم بيتماسك بيلعب كورة يعني مقارنة بإمبي او حتى البنك اللي احنا خسرنا أو البنك اللي احنا خسرنا امامه لأ فريق عدد تمريراته بالنسبة للارقام احصائياته دايما يعني مباراة الاخيرة لكابتن ايمان كان عنده مثلا 18 تسديدة على المرمى امام سيراميك 18 تسديدة على المرمى منه مثلا 8 انطار هو كان الاختر في شرط التاني ومتسايد الشرط التاني ده حقيقة فبالتالي احنا قدام فريق بيتماسك وفي الشرط التاني بيبان خطورته بيبدأ انه هو يفك اي تكتل بيلعب كرة هجومية وبالتالي الارقام كده بتورينا ان احنا امام خصم بيخلي النادي الاهلي او المفروض يحفز النادي الاهلي انه هو من بداية المباراة يخلص بس هو برضو خلي بالك عنده مشاكل في الناحية الدفاعية يعني هو 16 مباراة تقريبا استقبل 16 هدف ده اي يعني معدل جول كل مباراة بالزبط هو عنده مشكلة وحنستعرض اللي حضرتك قلته بالزبط ببعض الحالات اللي بتوضح نقطة الضعف عندهم في الناحية الدفاعية قبل ما نخش على الحالات خلينا نستعرض ما بعض الارقام ونشوف مشوار زد امام مشوار النادي الاهلي في الدور العام كان ماشي ازاي يعني احنا بنشوف 16 مباراة خمسة فوز لزد اتنين خسار وتسع تعادلات وده الرقم اللي احنا اتكلمنا عليه تسع تعادلات نسبة تعادلات عالية جدا النادي الاهلي خمس طبعا تسع مباراة خمسة فوز وخسارة وحيدة وتلات تعادلات حتى الان خسرنا تسع نقاط زي ما قلنا في التسع مباراة الاهداف 22 هدف للنادي الاهلي الاهلي يعتبر في التسع لقاط يا كابتن ايمن من افضل خمس فرق من ناحية الهجومية في الدور العام حتى الان بغض النظر طبعا على عدم المقارنة بعدد المباريات احنا اقل فريق لعب مباريات حتى الان ناحية التانية نادي زيد 20 هدف 20 هدف في 16 مباراة بيوحي ان يعني معدل هدف في المباراة او هدف ونص وده بالتالي ماشي بشكل كويس من ناحية الهجومية النقاط 24 نقطة لزيد في 16 لقاء 22 نقطة للنادي الاهلي في التسع مباراة الاكس جي عند نادي زيد 37 قد يصل مش 16 هدف بها هم احرصوا 16 هدف قد يصل 37 هدف احنا نادي الاهلي ستة يعني تقريبا 26 هدف من اجمال الفرص لان هم عندهم ركنيات كتيرة جدا 77 ركنية ولكن بمتوسط المباراة او بعد المباراة في المباراة الوحدة يعني 4.8 يعني نصل لخمس يصل لخمس ركنيات في المباراة الوحدة اما النادي الاهلي يصل لتمن ركنيات في المباراة الوحدة فعنده غزارة هجومية عند الاهلي محليا باين السنة دي بشكل واضح جدا هو الافضل صناعة الفرص وكل الامور من الناحية الهجوم صناعة الاهداف الاهلي عنده 17 أسستة كابتنين ده رقم كبير جدا 17 أسستة في التسع لقاءات هناك النادي زد عنده 9 أسست ولكن عنده تمريرات مفتاحية كبيرة جدا عنده 116 ولكن المعدل بالمباراة 7 كيباس في المباراة الوحدة لزد اما النادي الاهلي بيصل لعشرة تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة الاهلي بيصل لصناعة بالعشرة والخمستاشر فرصة في اللقاء الواحد منهم بس خمس فرص حقيقية فأرقام كبيرة جدا من ناحية الصناعة من ناحية التهديف من ضيعة كتير وحتى أفريقين احنا أكتر فريق صنع أهداف وصنع فرص محققة في أفريقيا هو النادي الاهلي فهو نفس الكلام ولكن هنا اللي بفرق أفريقين في أفريقيا كمان في البطولة السنة دي احنا أقوى خط هجوم وأقوى خط ادفاع مزبوط هنا احنا بالمعدلات التهديفية على التسعة مباريات احنا يعتبر من أفضل فرق من ناحية التهديفية مزبوط آسة رميكا هي أفضل فريق من إحراز الأهداف 24 هدف وعلى مزول عدد مباريات عدد مباريات أكبر احنا متكلم في 22 هدف للنادي الأهلي في تسعة مباريات ولكن احنا تهديفيا أو هجوميا احنا أفضل من ناحية الصناع من ناحية المساهمات ومن ناحية التمريرات المفتاحية تحويل بقى الفرص لأهداف احنا يعتبر من أفضل الفرق برضو يعني احنا ما عندناش المشكلة الكبيرة احنا هو بنضيع فرص كتير ولكن مقارنة بفرق الدوري من تحويل الفرص دي كلها لأهداف الأهلي يعتبر الأفضل 16% من إجمال الفرص اللي بتيجي الفرق اللي بعد كده 11% و10% وهكذا يعني زد احنا أفضل منهم من تحويل الفرص لأهداف بالتالي لهو احنا النهاردة نقدر نستغل الحتة دي ونزر بشكل أفضل التزديدات بالمباراة الأهلي هو الأفضل بيوصل لـ 15 وفاوات بنشوف 18 مباراة ولكن ده الأفريج المتوسط على المستوى 9 لقاءات بنصل لـ 15 تزديدة في المباراة منهم 5 على 3 خشبات بدكة 33% زد 11 تزديدة في المباراة يعني 4 تزديدات على 3 خشبات بدكة 36% العرضيات النجحة بس احنا بنعمل 5 كروسات أو عرضيات في المباراة النجحة أو من كان بقى من نصر 22 عرضية في المباراة الوحدة الناحية الثانية زد 4 يعني لكن الدكة عندنا 26% لأن عدد الأهداف عندنا بالرأس من 22 هم هدف أو 2 على مازون ماشي كبير جدا يعني في عدم استغلالنا للحتة دي ستل عندنا فيها يعني كلام نفروض نستغل الناحية الثانية زد واضح جدا نخش بقى الاستحواز والناحية الدفاعية بالأرقام بتبين هنا أن نادي زد يصل لـ 50% كأفرج بالمتوسط في إجمال 16 مباراة الأهلي يصل لـ 60% من الاستحواز من معدلاته في التسع لقاءات التمريرات الصحيحة بالمباراة 408 تمريرة صحيحة يعني الأهلي في المباراة الأخيرة بس وصل لـ 667 تمريرة كابتن أيمان منهم 520 و 530 تمريرة صحيح وكسب كل الاستحواز أمام أمي ناحية الثانية زد بيشوف 294 تمريرة صحيحة صحيحة ده بيقول لنا برضو إن زد عنده زبزبة أو تزبزب في يعني الاستحواز أو امتلاك الكورة في حالة حاسة الكورة أو البلد أب أنا شفت حالة حاضرتك أكيد يعني شفنا في الآخر لقاءات لزد 6 لقاءات دايما البلد أب عنده مش بيبني من تحت بشكل كبير لمستين بعد كده الكورة الطولية بتترمي بقى ناحية الشمال طبعا على زيكو يعني فبيبدأ إن هو الاختراكات عندهم من العمك وده طريقة اللي إحنا شفناه فعشان كده إجمال التمريرات عندهم مش عالية مقاننة بالنادي الأهلي اللي بنمس الكورة وشرط بص شكل كبير والدقة عندنا أعلى حتى التمريرات الطولية الـ 31 بنصل لـ 31 تمريرة طولية ولكن 31 قوت من الـ 600 وشواء كابتين أيمن ده بالنسبة لنادي الأهلي مش رقم ضخم يعني ما يوحيش إن الأهلي بلعب دايما كورات طولية لا لإن الأهلي بلعب كورات شورت بصص كتيرة جدا وبيعمل البلد أب من تحت دي عادة النادي الأهلي دي عادة النادي الأهلي فعلشان بس ما نقرنش ونقول لا ده الأهلي بلعب 31 في المباراة الواحدة وزد بلعب 24 إذن زدنا ما بلعبش كورات طويلة لا إحنا بنتكلم من إجمالي الـ 600 تمريرة أو إجمالي الـ 500 تمريرة الهداف المستقبلة إحنا يعتبر طبعا إلى يعني قلنا ده عندنا مشكلة فيها علشان ده مش عادة النادي الأهلي في استقبال الأهداف في 9 مباراة استقبالنا 11 هدف ناحية التانية 16 هدف يعني معدل هدف كل مباراة بيدخل في زد الأهداف المستقبلة المتوقعة كان ممكن يدخل في نادي زد 32 هدف وإحنا كان ممكن يدخل في مرمانة 15 هدف شباك نظيفة الأهلي الأفضل 2 شباك نظيفة ده أخذ فينا أهداف ولكن شباك نظيفة عند النادي الأهلي من 9 مباراة 2 أماما من 16 مباراة 5 5 شباك نظيفة ومعظمهم طبعا كالتعادل سلبي خسارة الكرة بالمباراة يعني يعني مقاربي من بعض 35 مرة 37 مرة زد بيخسر الكرة تحت ضغط بيفكت تركيزه تحت الضغط العالي وده ظاهر جدا اعتراضات وإبعاد الكرة إحنا بنعمل اعتراضات بنصل ل7 اعتراضات في المباراة بنبعد الكرة 12 مرة وفي مباراة كثيرة جدا بنبعد الكرة 8 مرات 9 مرات 10 مرات أما زد 18 مرة دي معناها بيبع عليهم برضو يعني تكاتل أو زيادة هجومية أو بشكل كبير في معظم المباراة استعادة الكرة بالمباراة بالريكافري يعني تقريبا متشابهين لأن اللعابة عندهم برضو عندهم على فكرة برضو سيرد باك بشكل كويس عنده يعني الديفندرات بيتقدر نص الملعب نص الملعب عالي جدا وده بيثبتوا هنا الأرقام اللي هم مشابهين لنا ده شكل عام كده يا كابتن أيمن عندهم بقى مشاكل دفاعية لو هنستعرض الحالات مع بعض هنوضح أهم المشاكل الدفاعية عند نادي زيد اللي يقدر نادي الأهل يستغلها بشكل كبير جدا وهو يعني ده الشكل عموما في طريقة اللعب بتاعتهم بلعبه 4-3-3 مع كابتن مجدي في حالة عدم حيازة الكرة بلعبه 4-4-2 وهي تواضحة يا كابتن أيمن بتبدأ ان هم يضغطوا يمسكوا اللعيبة بشكل كويس بيقفلوا على الخص ده شكل بيظهر لك 4-4-2 في عدم حيازة الكرة وفي شكل تاني بيظهر لك 4-3-3 في حيازة الكرة نكمل بقى نوري المشاكل الدفاعية عند نادي زيد بالحالات يعني احنا في آخر كام لقاء يعني مثلا هنا كابتن أمين معاهم عندهم مشكلة في المرتدة عليهم يعني هو الكادر شوية يعني ماشي نكمل ده الكرة تلعبت يعني نرجع بس علشان نوضح ان هم قبل قبل ما هم يرجعوا في هنا في الكابتن عندهم هنا كابتن يعني اعتقد الصورة لو كانت يعني هنا ممكن نبص على من هنا أفضل هنا أوضح شوية شوفها كابتن أيمن في المرتدات عليهم هتلاقي دايما عندهم مساحات في خط الخلف وعندهم برضو مساحات ما بين الاتنين سردباكات وأول الاتنين الأزهرة فبالتالي بيحصل خلل عندهم ده في هجمة مرتدة تلعبت بسرعة جدا لناحية اليمين هنا الكرة جات له واتحطت في ظهر المدافع وضرب فيها الأوفصايد كمل الصورة حنلاقي إن هو بدأ يكون في مواجهة المرمى وده سدد على المرمى طبعا ما دخلتش جون بس بتكلم على يعني آه هنا كده بدأت شكل أوضح وده سدد على المرمى كابتن أيمن هنا أول حاجة بتقول لنا إن عندهم مساحات دايما في المرتدات عليهم ما عندهم سوق في التمركز بالزبط كده فبالتالي في مساحات ما بين اتنين سردباكات ومن بين الأظهرة وخلي بالك كمان هم عندهم بطء في الارتدات شوي بالزبط لما بيهاجموا الرجال ببطء قوي ويبقى في مساحات كتير جدا في نص الملعب صحيح لأن عندهم معظم اللعبة مثلا نص الملعب يعني الصغيرة أو عاطف قط بيهاجموا كلهم فالتغطية حتى وراء الأظهرة مباش كبير نكمل برضو الحالة التانية بطريق نفس الشكل يعني هل حضرتك كوبي بيست من الشكل اللي قبله ده الماتش التاني ده سراميكا بالزبط شوفها كابتالي من هناك اللعب سراميكا في ناحية اليمين فاضي تمام وأحمد عبدالنبي الزير الأيمن أحمد عبدالنبي خالص في الكادر خالص يعني احنا هشوف هنا عندنا أربع لعيبة الأربعة هنا أوكي عدم تمركس صحيح على اثنين في زيادة العددية آه لفريق الزد ولكن ناحية التانية ما بياخدوش بالهم خالص يعني في لعبة الكرة شكلت طبعا خطورة وإيه أحرزوا هلف يعني نكمل هتبين قد إيه إن احنا عندهم هنا مشكلة هو عدل طبعا وأحرز هدف لعب طبعا سراميكا 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 آه بالزبط بالزبط النيجيري فبالتالي يا كابتالي من ده بيوضح لنا عندهم مشاكل في الخط الخلفي في زي ما احنا يعني ملخصه هو عدم التمركس سوق في التمركس عدم إراية اللعيبة الاتنين سرد باكات معينهم على أعلى مستوى يعتبر برضو من الناس المصطفى العيش بيلعبوا كاكوالتي عالي جدا في ناحية الدفاعية ولكن الإراية مع الظاهرين أو مع الديفندرات عندهم نص الملعب مع الزيادة دايما الهجمات بتاعتهم في بطء في الارتداد فبتالي عندنا مساحات كبيرة نقدر نستغلها النهاردة من بداية اللقاء مش عايزين نوصل لسيناريو اللي يزيد دايما متعود عليه دم عدد بتعادلات كبير بينهم المبارات بتعادل فده يعني شكل عام تعادل بيعتبر مكسب بالنسبة له بالنسبة له مكسب طبعا أي فريق وده من النادي الأهلي تعادل بالنسبة له مكسب بكل تأكيد إن شاء الله النادي الأهلي يحسن مع النهاردة من البداية إن شاء الله شكرا